وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 632 قضية تموينية مستندية وعينية بمضبطات بلغت قرابة 345 طن من المواد الغذائية كما نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط قرابة 53 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة وضبطت أكثر من 269 طن في مجال حجب أرز الشعير والأبيض والبيع بأزيد من السعر الرسمي للأرز الأبيض فضلا عن ضبط قرابة 24 طن في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية إلى جانب ضبط 923 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 216 قضية خبز ناقص الوزن و 172 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر